وصلت الأزمة السياسية التي تعيشها سوريا على وقع المواجهات المسلحة إلى طريق مسدود مع زيادة الأعمال العسكرية وتعنت الأسد والمعارضة في إيجاد حل سياسي لها الأسد هدد بزلزال يحرق المنطقة بأكملها كرد فعل لأي تدخل غربي ضد سوريا وتحويلها إلى أفغانستان أخرى وسط مطالبة الغرب بتنحي الأسد من السلطة وتشكيل حكومة انتقالية تشارك فيها المعارضة وإجراء انتخابات شاملة إيران تؤكد على استمرار دعمها لنظام الأسد حتى انتخابات عام 2014 جاء ذلك على لسان وزير خارجيتها في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره السوري في طهران بقوله إن إيران تتوقع بقاء الرئيس بشار الأسد في موقعه حتى الانتخابات القادمة عام 2014 حزب الله يستعد لمرحلة ما بعد سقوط النظام السوري وتغير خارطة المنطقة بحسب التقرير الأمني الذي أعده الحزب وعمم على قياداته للتحضير والتعامل مع التغيرات الجديدة والذي تناقلته وسائل الإعلام وفي محاولة بائسة منه شدد الأسد على أن نظامه يخوض معركة مع من وصفهم بالإرهابيين وأن قواته الأمنية والعسكرية لا تستهدف اليوم إلا الإرهابيين حيث وضع جميع الإسلاميين في سلة واحدة حيث قال في هذا الصدد إن ما تشهده سوريا اليوم هو صراع بين الإسلاميين والقوميين العرب العلمانيين مضيفاً نحن نقاتل الإخوان المسلمين منذ خمسينيات القرن الماضي وما زلنا نقاتلهم من ناحية أخرى اتفق الرئيسان الأمريكي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين على ضرورة تعزيز عملية تحول سياسي لإنهاء العنف في سوريا بأسرع ما يمكن وفي الوقت الذي تصر الولايات المتحدة على ضرورة تنحي الأسد تواصل روسيا إصرارها على أن يكون خروجه من السلطة يجب أن لا يكون شرطاً مسبقاً للتوصل لتسوية من خلال التفاوض في المقابل إيران وحزب الله باتا مدركين تماماً بأن الوضع في سوريا يختلف عما كان عليه قبل الثورة وأنهما أصبح يتصرفان على أساس التعامل مع واقع استراتيجي جديد جوهره الاعتراف بأن سوريا لا يمكن أن تعود إلى ما قبل الثورة من دون الإعلان عن ذلك بطبيعة الحال ترجمة نانسي قنقر